عايز اقول انه في سد تنزانيا رئيس تنزانيا اعتقد السد يا ابراهيم السد سد 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 الرئيس التنزاني لما يكن تخلنا الزاكرة طلبوا من الادارة المصرية وقال انه انا متابعة الرئيس السيسي بشكل مباشر للسد هي الضمانة الوحيدة انه يتنفس في المواقيت والمواعيد المحددة زي ما بيحصل في مصر فبقى فيه سمعة طيبة للشركات المصرية شركات المقاولات المصرية والمشروعات وشركة المقاول العرب الشركة الوطنية المحترمة جدا 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 كل هذه الشركات كان عندها سابق سمعة تاريخية ضاعت السمعة لاني ما عنديش حاجة في مصر لما ديجي تقول لي انا ادربك عشان تخس وانت اصلا ماشي قد كده مش قادر ولما ديجي واحد يقول لي انا اصلا اعلمك بقى عندك عضلات وهو ماشي يعني فبالتالي فاقد الشئ اللي اعطيه انا عندي في مصر تجربة استطيع ان اسوق هذه التجربة للناس عشان يستفيدوا بيها في معظمة وانا السوق بتاعي السوق بتاعي هو فيين يا ابراهيم نهري فيجي في تنزانيا الحمد لله انا مش غلطان يعني يبقى احنا بنعمل سدود في افريقيا عندنا القدرة بنعمل مشروعات ضخمة جدا لان عندي قطاع عريض اهم قطاع في مصر قطاع المقاولات والانشاءات فعندي شركات اوراسكوم والمون العرب وحسن علام وعندي شركات كبيرة جدا موجودة في مصر استطيع هذه الشركات وعندي ودي النيل وكله يطلع يشتغل برا ده تصدير للقوة المصرية في مجال الانشاءات واعتقد ان الاعمار في ليبيا الاعمار في العراق الاعمار في لبنان الاعمار في الدول المحيطة في اليمن احنا عندنا قدرة بالعمالة المصرية المدربة والشركات المصرية انحنا ننطلق وانا بقول تاني بقول لكل دول العالم اللي عايز استعيم بعمالة مصرية وعايز استعيم بشركات مصرية نحن مؤهلون لذلك نحن مؤهلون لذلك وعندنا نقدر نعمل خطوط سكة حديد ونقدر نعمل خطوط طرق ومحاور مررية زي اللي حصلت في مصر واقدر اعمل قناة سويس جديدة في اي مكان تاني اقدر اعمل احفر قنوات واقدر اعمل سدود عندي قوة بشرية هائلة وعندي شركات هائلة في مصر تستطيع ان تنتقل بخبراتها لتعمير القارة الافريقية مصر بتعود الى احضان القارة الافريقية من جديد مصر بتعود الى حضنها الافريقي من جديد من خلال ايه مش كلام مش اغنيات لأ مع الكلام ومع الاغنيات ايش يغل انا بروح بنق الخبراتي وبأتواجد في هذه الدول لانه تطوير القارة الافريقية قارة شابة شابة قارة فتية عفية بيسموا اوروبا القارة العجوز قلاص كرمشت وبيسموا افريقيا القارة الشابة فهم عايزين يستفيدوا من هذه القارة انا اولى افيد واستفيد والمصالح المشتركة انا ماليش انا بتكلم على زيارة مستشار الرئيس محمد بخاري اللي التقى الرئيس النهاردة وتكلمه على العلاقات السنائية والتعاون الامني والتعاون التنموي لكن على غير هذا الخبر بقول ان احنا عندنا امكانات ننقلها للقارة الافريقية وبقول باختصار شديد بن قسين لكل الاخوة الافريقة استعينوا بشركات مصر في الانشاءات والمقاولات استعينوا بشركات مصر في الزراعة وتعمير الصحاري استعينوا بالعمالة المصرية فيها مدربة هذا الجيل في مصر بقول لاخواننا الافرقة جيل تربيت عبدالفتاح السيسي بيدقق في التنفيذ وبيعد وينفس في التوقيتات فبالتالي لا تقلقوا انا بقول تاني احنا عندنا 100 مليون واكتر مواطن مصري 60% شباب نقدر نشتغل عندي افضل مهندسين في العالم في مصر عندي افضل اطباء في العالم في مصر بيشتغلوا في ظروف صعبة جدا اتدربوا بشكل كويس جدا نقدر ننطلق الى القارة الافريقية انا بقول ننطلق جنوبا في الاعلام جنوبا في الميديا جنوبا في الاقتصاد جنوبا في السياسة جنوبا المستقبل صوب الجنوب المستقبل صوب الجنوب بقول انه امامنا فرصة تاريخية ان احنا ننقل خبراتنا وانا بقول دايما كان الدكتور تاريخية وازير التعليم الله يدي له الصحة بنسأله بنقول له المناهج المصرية اللي اتعامل نقدر نفيد بيها دول اخرى قال طبعا عندنا طلبات من دول عربية وغيره لاستفادة من المناهج اللي احنا بنناها لتعود مصر من جديد مش عايز اقول ريادة والكلام الكبير لدورها الحقيقي دورها الحقيقي ترجمة نانسي قنقر